أكثر صور الرعب تكشفها الأرض العراقية أمام العالم تصحر وجفاف بدأ يقتل الأخضر زرعا وحصادا أما وحش الجفاف فقد نمى أكثر وأصبح يغتال مقدرات العراق المائية بعد أن باتت إيران تقف خلف تقارير محلية ودولية تؤكدها الحقائق على الأرض بمساهمتها في انخفاض منسيب الأنهر العراقية بفعل تحويل مجراها لصالحها تقرير للبنك الدولي يتحدث عن غياب السياسات المتبعة بشأن المياه ما يؤدي إلى فقدان العراق بحلول 2050 نسبة 20% من موارده المائية مشهد خفاض المياه في نهر دجلة قاهر مؤلم مشهد يعلن دخول العراق في الخطر الحقيقي كل هذا بفعل التغير المناخي من جهة وتراجع الواردات المائية من إيران على الرغم من أن العراق يعد من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم وفق الأمم المتحدة خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف 50 درجة مئوية وبات ملف المياه يشكل تحديا أساسيا في هذا البلد شبه الصحراوي والذي يبلغ عدد سكانه قرابة 40 مليون نسمة بغداد حملت مرارا جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات لكن لم يتحرك ساكن على الأرض ما جعل المورد الثاني بعد النفط مهدد بالتدهور إذ تعاني الزراعة العراقية خفاضا تاجه العام الحالي وهو ما يترافق مع معضلة الأزمة الغذائية العالمية ترجمة نانسي قنقر